موسيقى 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 يا من إذا الوفاد ببابه وقفت ألها شريدهم عن الأوطان أنا عبد نعمتك التي ملأت يدي وربيب مغناك الذي أغناني جست الملوك ومن يؤمل رفده ووقفت حيث أرى الندى ويراني موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على سيدنا ومولانا إمام الأولياء أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على ساقي عطاشا كربلاء أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أيها الأحبة أيها المشاهدون الأكارم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى لقاء متجدد في رحاب برنامج تحت ضوء القمر وما زلنا وإياكم مع هذه الحكاية التي ابتدأت منذ أيام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حيث الإشارة والعبارة واستمرت بالوجود الشريف والمقدس لفارس الطفوف والقمر الهاشمي في سماء آل علي مولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه حياكم الله وبياكم ووقتا طيبا حافلا بالفوائد والبركات نتمناه لكم وكما عودناكم في كل حلقة من هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم الباحث الإسلامي الشيخ حسن الجوادي فأهلا وسهلا بكم سمحت الشيخ حياكم الله وحياكم أيضا شيخنا الكريم مدرسة للإيثار مدرسة للوفاء مدرسة لكل المثل العليا حقيقة حينما يقف المتأمل في رحاب مولانا أبي الفضل العباس يقف متحير كيف أن جمعت فيه هذه الشمائل وهذه الفضائل وهذه الخلال لا نعرف أهي الصفات أم الفضائل أم المثل أم السلوك أم الأخلاقيات حقيقة لطالما وقف عندها الكثير من الحكماء يتزودون دائما من هذا القمر الهاشمي الذي أضاء بنوره قلوب المؤمنين وبودنا حقيقة أن نتوجه لكم بسؤال عن هذه الأخلاقيات لمولانا أبي الفضل العباس وهذه الصفات وما هي أبرز صفة ارتبطت بوجوده وبتضحيته سلام الله عليه تفضل الشيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين في الحقيقة أنه عندما نطالع سيرة العباس بن علي عليه السلام نجد هذه السيرة الوضاءة التي تحمل الكثير من الدروس والعبار واللثتات العقائدية والمحطات الأخلاقية والتي ترتبط بعناوين معروفة مثل الشجاعة والإيثار والكرام وما شابه إلا أن هناك أخلاقيات امتازة بها العباس وعليه السلام وأصبح منارا فيها وحتى حينما نذكر هذا الخلق يأتي إلى الذهن وينسحب ذكر العباس عليه السلام عندما نقول مثلا الإيثار سيتجلى أمامنا أبو الفضل سلام الله عليه عندما نقول مثلا الوفاء عندما نقول التسليم وإلى غير من السلسلة الأخلاقيات التي استشفت من سيرته وقرئت وكذلك أثبت هذه الأخلاقيات المعصوم سلام الله عليه لذلك من أهم الأخلاقيات التي عرف بها مولانا العباس بن علي الوفاء الوفاء من الأخلاقيات في الدين والتي أرساها الإسلام عبر النصوص القرآنية وعبر سيرة النبي صلى الله عليه وآله فالقرآن يعني مشحون بهذا المفهوم وأن الإنسان لا بد أن يلتزم بعهده مع الآخر بشرطه بمثلا اتفاقه إذا حدث اتفاق إذا حدث موعد إذا حدث موضوع ما فلا بد للإنسان أن يفي بالوعد بالعهد وأن لا ينقطع عن هذا الالتزام من يلتزم حدث موضوع معين عقد فيما بيني وبينك أنا إذا التزمت بهذا العقد وبنودة وتفاصيلة أعتبر شنو أني كنت وفيا هذا على النحو الشرعي مرة أنا ألتزم أخلاقيا يعني مثلا أنت تقول أطلب أن تحضر في الساعة السادسة والأمر لك يعني ممكن أن تحضر في السادسة في السابعة في الثامنة لك الأمر لكنني أحضر في الموعد بدقته مع أنه عندي مساحة يعني توجد هناك مندوحة أقدر أخذ مساحة وأقدر يعني لكن رغم ذلك أنه أنا شنو بقيت التزمت في الوقت يعني المحدد والمميز أنا أنني مثلا أوفيت لك بالعهد أو بالعقد الذي يعني تعاقدنا أو تعاهدنا عليه هذا يبدأ من الالتزامات البسيطة في الحياة الموضوعات إلى الموضوعات الكبرى إلى الوفاء يعني بالعهد مع الله عز وجل إلى الوفاء مثلا مع العهد مع الإمام سلام الله عليه فالعباس عليه السلام بسيرته منذ حركته الأولى الحركة الأولى التي تحركها مع الإمام الحسين عليه السلام وخروج من المدينة ثم إلى مكة ثم بعد ذلك يعني قاصدين الكوفة بداية الأمور ثم بعد انحرف المسير بسبب يعني الجيش الأعداء إلى كربلا لماذا يكون هذا التحديد منذ اللحظة الأولى لخروج الإمام من المدينة المنورة المؤرخين يذكرون كلهم يعني تقريبني يقولون من خرج مع الإمام الحسين عليه السلام قاصدا الكوفة وقاصدا الإصلاح والحركة الإصلاحية العباس عليه السلام بالاتفاق أنه كان من أوائل الذين يعني استجابوا لحركة سيد الشهداء ولم يكن ذلك الشخص الذي يقدم نصيحه أو أي مجرد أن الإمام ينطق سأفعل كذا تجده يعني حاضرا ممتثلا مسلما هذا يمكن أن نأخذها بالتسليم لكن هذا أيضا فيه جزء ولو لم يكن فيه هذه خصلة الوفاء لما تحرك لا تشوفه مثلا بين تململ بين ناصح بين كذا لكنه أعلى مستويات الوفاء كانت حاضرة في هذه الشخصية كانت هي أعلى مراتبها في هذه اللحظة في خروج الإمام والالتزام معه في مسيرته في كل التحركات قبل ذلك أيضا كانت موجودة هذه الخصلة عندها بالفضل عباس نعم لكن يعني التحديد دائما يكون مع خروج الإمام في هذه النفصلية في هذه الجزئية من التاريخ لأنه مثلا الظرف حساس يختلف عن الظروف السابقة حتى يكون مثلا الكلمة لها صدى الحركة لها صدى الحدث أستاذ مرتضى الحدث بحد ذاته هو رح يصورنا حجم الوفاء إحنا بلا شك والعباس عليه السلام وفي منطف والتنام ثم تدرجه وعاش الوفاء في قمته في بيت أمير المؤمنين عليه السلام لكن إحنا استقراء واستنطاق هذا الوفاء بلا شك بصورة حتمية وجزمية من خلال المواقف يعني مثلا لو لم يكن هناك موقف ويعني انتهت حياة الإنسان ولم تختبر يعني مواقفه تفاصيل لما تبين مثلا بعض مثلا من وفائه من عطائه من كرمه إلى آخره لكن المواقف بحد ذاته تبين مثلا حجم الأخلاقيات نعم وحجم تمثل الإنسان وإدراكه ووعيه والتزامه فموقف مثلا الاستجابة للإمام الحسين عليه السلام والاستعداد للذهاب معه في كل تحركاته وفي كل أنشطته وفي كل منجزاته هذا يمثل قمة في الوفاء أنه تقف أنت وتستجيب ومن البداية عاقد العزم على أن تمضي معه هذا هو الوفاء يعني ولذلك حتى في أيامنا مرات يصير دخول في مشاري في دخول في أعمال علينا أن نستلهم من العباس هذه القضية أنه مع الحسين من الصفر إلى النهاية يعني من بداية الصفر من بداية التحرك نقول نعم أول درجات التحرك اللي نقول من الباية الأولى إلى حتى الاستشهاد يعني من الومضة الأولى من اللحظة الأولى من القرار الأول إلى القرار الأخير قرار الاستشهاد هذه كلها منعطفات كلها كانت مؤثرات يعني أساسا حتى جيش الإمام تعرض مثلا في المسير فبداية نحن من اللحظة الأولى من المدينة بعد أن صارت الانتقال وفي المسير في المسير كانوا في منازل يعني نعم وهذه المنازل فيها ما فيها ومنهم من التحق عندما جاء خبر يعني استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة الإمام في الطريق سمع هذا يعني جاء المخبر وأوصل هذا الخبر فاستمع الإمام ومن معه ومن حوله فالانطلاق الذي كان الإمام الحسين عليه السلام لحد هذه اللحظة كان عدد من الناس كثير معهم يعني لم يكن عدد قليل لكن تفر لم يتحدد بسبعين أو سبعة وسبعين في هذه اللحظة في هذه اللحظة عدد كبير يعني تجاوز خلينا نقول إحنا ممكن مئات موجود كان مع الإمام لكن في هذه اللحظة عندما سمعوا الخبر يعني سمعوا خبر أحسنتم تفرق الناس المؤرخين والمحققين بعضهم يذكر تفرق جمع من الناس يعني عدد لا بأس به تفرق عن الإمام هذا هنا أنا ما قدر يكمل ويا وفاء وفاء إلى هذه المرحلة أوفى للإمام أنه تحرك وسار معه وصار له أنيسا في الطريق يعني إلى هذا الحد حينما حصل الإختبار الحقيقي تراجع الناس وهذا ما أريد أن أصل إليه هناك حقيقة روايات أنه الإمام صلوات الله عليه أعطى رخصة لأصحابه في ليلة عاشورا بأن يتخذوا هذا قد غشيكم هذا الليل فاتخذوه جملا هذه الرخصة لم تحدث مع أبي الفضل عباس أم كان هذا الكلام موجه لأصحابه وأهل بيته هنا الله أستاذ مرتضى يعني إذا نريد يعني نتسلسل قلنا أنه بعد الناس سمعت هذا الخبر يعني انقسموا وانهزموا ما إلى ذلك وتاهوا في الصحراء يعني الصدمة أنه قتل سفير الحسين وابن عمه وثقته يا هذه عدة صدمات واختبارات نعم خلصنا من هذا الاختبار بعد ذلك الوصول إلى كربلاء يعني أو مشاهدة بعد مشاهدة الواقع أنه خلص بعد هذه أنت هنا محط الرحال وننصب الخيام وهذه وضعه ومواجهة عسكرية حتمية فالإمام هنا أيضا تكلم من معه وأمقلهم براحتكم يعني هذا الموضوع مفتوح في تلك المنازل وليس في كربلاء في تلك المنازل حتى في كربلاء يعني حتى في ليلة عاشرة أيضا تحدث معهم قبل ليلة عاشرة الآن هو في المنازل الأولى التي وصل فيها خبر مسلم بن عقيل حتى في المنازل الأولى أنه من سمع وعيتنا ولم ينصرنا وكذا وإننا مقبلون مثلا على كذا كذا يعني هو من التحركات الأولى يعني ما أوجب الإمام الخروج معه من المدينة إلى أن وصل حتى من وصل إلى كربلاء من كان ما أقل لهم براحتكم إحنا هسا هاي الليلة قبل أن تحدث معركة قبل أن يحدث أي شيء لذلك براحتكم يعني هذا الليل فاتخذه جمال الإمام كان يرمق بصر إلى قضية معينة لعله فيها حكمة وهذا ما سنة نلحظه حقيقة في استقرائكم لهذا الحدث لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الأكارم فاصل إن شاء الله ونعود مجددا ما عندي قيمة لولها الخياء يدمى ونطعني رفع حب بوليا يمى كل زايا الآخبة والدفعة بالأربان أسمعه قبل لا يدعو النفسي يدعو الخدامة بفضل عباس عليه السلام وإن شاء الله هاي النعمة تدوم علينا بحق قبل فضل عباس عليه السلام بخور قابري بخور قابري أضيعا إذا بابك نسيت حبيبي علي أحلفك يا بولي مخاطر وقيا أريد بخدمتك أظل البنية أضيعا إذا بابك نسيت حبيبي علي أحلفك يا بولي مخاطر وقيا أريد بخدمتك أظل البنية أسير أهلا بكم مجددا أيها الأكارم وهذه عودة إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج تحت ضوء القمر وأعود إلى ضيفنا الدائم الباحث الإسلامي الشيخ حسن الجوادي حياكم الله شكرا حياكم الله كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند مفصلية أن الإمام الحسين صلى الله عليه كان يكرر الرخصة لمن معه في حرية الانسحاب أو تركه في ذلك الموقع من مسيرته الإصلاحي التي بدأها من المدينة المنورة هل تستنطقون أن الإمام له قصد في هذه الرخصة هل أنه يعقل أنه يأتي بهم ثم يقول اذهبوا أليست هذه ذريع لهؤلاء الذين انسحبوا أن الإمام قد أذن لهم هذا ما بودنا أن تسلطوا عليه الضوء قليلا حتى ننتقل إلى الوفاء عند أبي الفضل عباس عليه السلام حسنتم أستاذنا في الحقيقة الإمام الحسين عليه السلام يختبر معه وهذه قضية الاختبار موجودة في عموم الدين أصاسا حتى الالتزام وقبول الأحكام الدينية يواقع على قضية الاختبار أن الله عز وجل يختبر العباد في أحكامه في قوانينه في سننه في تشريعاته وهكذا ونلاحظ بأنه الإمام الحسين عليه السلام أيضا اختبر من معه لأنه حتى يتبين ويتميز يعني من يصمد ومن لا يصمد الأمر الآخر أنه إذا حان الوقت وحان الموعد وهؤلاء يعني لم تتم عملية غربلتهم واختبارهم وكذا لربما يعني سينسحبوا في الوقت في وقت غير مناسب يعني في وقت الضرورة في وقت الاحتياج في وقت الحرج وأن المعصوم لا يريد أن يكلفهم أكثر من طاقتهم لذلك نلاحظ بأنه يعني عندما مثلا يقول لهم هذا الليل فاتخذه جملة إلى ما شابه هناك عدة احتمالات يعني وحتى في المسير إلى كربلاء احتمالات واردة كثيرة من هذه الاحتمالات أنه سيكون يعني في لحظة احتياج الإمام يعني إلى الناصر وإلى المعين هؤلاء في لحظة الاحتياج إذا فروا أو غدروا أو في لحظة المعركة هذا سيصبح وبال عليهم في بداية الأمر هو معصوم يأطيهم رخصة ليرجحوا لذلك هنا يتبين عمق من يفي بالتسليم له ويفي بالوعد لأنه من خرج مع الإمام هذا يعني ما خرج لمصالح لأن الإمام هو تحرك من أجل الحق ومن أجل الإسلام فتحرك معه وهو من البداية ينبغي أن تكون له بصيرة ومتيقين ومنتبه إذا كان خروجه عبثيا ولا يفهم فالإمام لا حاجة له مثل هؤلاء يعني الناس لذلك هو يريد الإنسان الواعي الناصح الفاهم المدرك المتأمل والثابت يعني على الوعد وعلى العهد أيضا لذلك في هذه يعني المحطة يريد الإمام دائما وهذا طبعا انعكاس للقرآن انعكاس لسيرة النبي صلى الله عليه عليه وسلم انعكاس لباقي سائر يعني تعاليم الأم عليهم السلام دائما يريدون الأشخاص يعني أو فياء يعني أدهم صبور أدهم عزيمة أدهم توكل أدهم بصيرة وإلا مثلا مجرد أن يبقى يتخلخل ويتأرجح بين أن يبقى وبين أن يذهب لا الإمام يقول يعني وإلا هو مقتول ومستشهد يعني ومنتهي القضية فمن يريد أنه ينال هذا الشرف العظيم فليبقى لكن إذا بقى عليه أن يفي لأنه إذا يشوف صعب عليه عليه أن يذهب لأنه في صباح ذلك اليوم وفي يعني وطيس المعركة هذا بعد هنا الفرار من الزحف وكذا وتأتي كبائر ومحرمات أخرى فيوقع نفسه في عدة إشكالات وقد لا يتحملها ويصبح يعني ربما يعني في عداد من دخل أو من سيدخل الجحيم فمن البداية يعطيهم وهذا أيضا يعني من شفقة ورحمة الإمام وإلا هو نفس الأعداد يعني في حسب بعض أنه النصوص ما مدى دقة هذه النصوص أنه وقف مثلا حزينا أو متألما أو باكيا يعني على الأعداء هذه الوقفة اللي كانت جدا مهمة واللي بيّنت مثلا أنه الإمام كيف تعاطف يعني مع الأداء هذا هو يعني مع الأداء هكذا تعاطف مع من يكون معه هل يريد له مثلا الشر أو الضرر أو ما شابه ربما يمتلك النية لكن لا يمتلك القوة والعزيم والدافعية فيفسح له الباب ويفتح له الباب ويعني اذهب ولربما هي كاشفة عن الموفي بالعهد مولانا أبو الفضل عباس هذا عظيم الاختبار في هذه اللحظة قد فشلوا في الاختبار ونجح أبو الفضل بالاختبار أعود إلى الوفاء وكيف في تلك الساعات الحرجة جدا وجود أبو الفضل عباس في ساعة دعني أقول في ساعة العسرة في ساعة المعركة الحرجة والشديدة الضروس هذا الوفاء كيف كان يتجسد عند أبو الفضل عباس وكيف كان انعكاسه عند عيالات الحسين عليه السلام حسين طبعا نلاحظ بأنه قصة وفاء العباس عليه السلام ولسيما في تلك الواقع قصة مذهلة وعظيمة بداية أنه من حتى تعلق الأطفال تعلق النساء يعني العائلة الحسينية الركب الحسيني كان يعني هو متعلق الكل بالإمام الحسين بما فيهم أبو الفضل عباس عليه السلام الكل متعلق بسيد الشهداء لكن خصوصية العباس أيضا بوفائه والتزامه فتشعر أنه كان مصدر للأمان لذلك الركم يعني لو لم يكن يعني في قمة الوفاء لا تزحزح هذا الركم ولا حدثت فيه بعض الأشياء لكن نلاحظ من بداية هو تعهد أن يكون مثلا السقاء لذلك هذه حالة أنه يحمل الماء ثم يأتي به وكذا ويقف مثلا عند باب الخيام ويرمق الأعداء بنظاراته ويقف المحام هذا يعني بحد ذاته هاي تمثلات الوفاء في الشخص لأنه هذه السلوكيات يعني تنم وتنبع عن شنو يعني عن مصدر عذب من الأخلاق ما ممكن أنه واحد بهذه رباطة الجئش والقوة والإصرار أن يكون في نفس اللحظة هو مصدر الأمان والخير والعطف والشبط والحنان نعم ولذلك يعني أوج الشجاعة وأوج غلظة على الأعداء هذه وشدته هو يكون رحيما بسيطا سقاء يأتي إلى الماء بكل تواضع يعني ويغترف منه ثم يسقي العطاشة هذه التحركات كلها تنمع عن وفاء لذلك كانت مصدر أمان للركب آنذاك ومصدر أمان لعيالات الإمام الحسين عليه السلام وكأنه مصداق لقول الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين أشده على الكفار وحماء بينهم ولذلك نجد بأنه في أشد لحظات المعركة يعني في آخر اللحظات هو كان وفيا في أشد اللحظات كان وفيا وحتى أنه عندما في قتال أو في كذا ما كانت تأخذ العنصرية والأنجهية وما شابه وكما تأخذ يعني الشخصيات الآن ذاك الأعداء وكذا إما عن مال أو عن تعصب أو عن حقد أو عنصرية أني أقاتل أبدا عن دين وعن إمام ثابت نلاحظ بأنه هنا أعلن يعني في خلاجات نفسه وما في داخله وأعلن عن عقيدته وعن الثبات والوفاء لهذه العقيدة وقالي قاتل عن فلان عن فلان أو كذا أو أنا كاره لكم أيها الأعداء وأريد أقاتلكم لا في أشد تلك اللحظات قال عندي عهد عندي وفاء عندي عزم فأنا أقاتل وأبذل كل ما عندي فيها عمق هذه اللحظات عن ديني وعن إمامي نعم اللي هو الركن الأساسي في المنظومة العقائدية الإسلامية الإمامة والإمام بحد ذاته فأنا هذا وفائي لله وفائي لرسول الله صلى الله عليه وآله ووفائي لإمامي إمامي إمامي الآن الحج عليها هو الإمام الحسين عليه السلام الذي هو إمام الدين عندما يتلبس بالوفاء ويكون وفيا حتى مفهوم الوفاء رح يختلف أدنه ليش؟ لأنه تجسد وإلا المفاهيم الأخلاقية هذه مفاهيم وأنظار موجودة لكن أن يجي واحد يجسد مثلا معنى الإثار معنى الكرم معنى الشجاعة معنى الوفاء عندما يجسده فتصبح صورة حية وهذا الوفاء يعني يكون هذه لفظة الوفاء أو مفهوم الوفاء يكون كائن حي يعني ويتحرك هذا يكون مؤثر في غاية التأثير ولذلك كانت من مزايا النبي صلى الله عليه وآله أو من خلينا نقول من ميزات الأساسية في الأمة أنه كان يتحرك بالأخلاق والقيم الإسلامية والمثل العليا أحسنتم ولذلك كان الوفاء يجد ضالته عند أبي الفضل عباس وجميع المثل العليا لاذت به في يوم الطفوف وقبل يوم الطفوف حقيقة الحديث طويل في رحاب المولى القمر الهاشمي أبي الفضل عباس عليه السلام لكن وقت البرنامج قد انتهى لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم لكم بالشكر الجزيل جناب الباحث الإسلامي الشيخ حسن الجوادي شكرا لكم وحياكم الله وحياكم ولكم أيها الأحبة الشكر الجزيل على حسن المتابعة حتى الملتقى في حلقة جديدة لكم منا أطيب التحايا ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر